اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم حكايات من التراث في حلقة اليوم سنتناول الموضوعات ننهل فيها من التراث وسنبدأ بالموسيقى الموسيقى عرفها المصري القديم وكانت فنا ربانيا حيث انها من العلوم المقدسة ايضا علماء الحملة الفرنسية اشادوا بالنغم المصري وبالموسيقى المصرية وباحتوائها على حالة من حالات الغناء فيثاغورس نفسه الذي وضع النظام النغمي او النظام السلم الموسيقي كان تلميذا للفراعنة او لمصر القديمة هذا هو موضوعنا موضوع استلهام التراث الموسيقي لدى عمالقة فن الموسيقى ابو بكر خيرت رفعة جرانة عطية شرارة كيف استلهموا التراث الموسيقي وقدموه بشكل عصري هذا في فقرتنا الاولى وفقرتنا الثانية وتفاصيلها اليك نهد اهلا بيك اسستاري اهلا بحضراتكم مشاهدينا في كل المكان طبعا عندنا فقرتين النهاردة الحقيقة دايما بننهل من التراث ونتعرف على تفاصيله من اجل الحصول ومن اجل الوصول الى الهوية المصرية والعربية نهاردة ان شاء الله الفقرة الاولى هتكلم فيها عن تأثير الموسيقى الشعبية في الموسيقى الاوركستر والحقيقة معانا اربع اسماء مهمة جدا رفعة جرانة وعطية شرارة ابو بكر خيرت اسماء مهمة جدا في عالم الموسيقى اما الفقرة التانية ان شاء الله هتكون عن المعتقد الشعبي في عالم الطيور الطيور الحقيقة دايما حاضرة في طراثنا بشكل كبير جدا بنشوفها ممكن من أيام ما شفنا الصور على المعابد من خلال الفرعنة والمصريين القطماء مرورا بقى بكل العصور زي ما شفنا أنه حتى فيه مثال لبعض الطيور والحيوانات في البومة على سبيل المثال في البعض بيتفائل بيها والبعض بيتشائم ممكن إحنا كدول عربية شوية بنتشائم بالبومة ولكن فيه كتاب كامل بيبقى أننا نتكلم عن الطراث وقصة البومة في غرفة بعيدة وهي طبعا لغسان كنفاني في مجموعة موت السرير رقم 12 وغيرها من القصة الكتيرة الحية اللي موجودة في طراثنا بنتناول فيها بعض الحيوانات والطيور سواء بفكرة التفاقل أو التشاوم أو استحضار القوة استحضار الروح القطالية حتى طول الوقت الحية كان بيدرب مثلا القوة مثلا بالسقر وغيرها من الطيور وبالتالي المعتقد الشعبي في الطيور ده إن شاء الله هنتقرف عليه في الفقرة التانية ويكون فيها معانا الباحث العزيز على قلوبنا واللي دايما بينوارنا واللي أكتر من باحث الحية في هذا المجال الدكتور فؤاد مرسي صحيح كما ذكرنا هناك ثلاث قامات كبيرة سنتناولها في عالم الموسيقى أبو بكر خيرت رفاة جرانا عطية شرارة والحقيقة التراث المصري الموسيقي عريق للغاية ضيف فقرتنا الأولى هو الدكتور زين نصار أما موضوع الطير فهو عميق في تراثنا حقيقة وربما القرآن الكريم ذخر بالعديد من الروايات منها هذا الهدهد الذي أحاط النبي سليمان بما لم يكن يعلم فيما يتعلق بسبأ وأيضا الغراب الذي علم الإنسان كيف يداري سوءة أخيه بالضبط وأيضا الطير ولحم طير مما تشتهون وأشياء كثيرة وردت في القرآن الكريم وفي تاريخنا الضارب في القدم هناك أيضا كليلة ودمنا حيث ينطق الحيوان وينطق الطير وهناك الحيوان للجاحظ ومنطق الطير وكتب عريقة في التراث تناولت الطير سيكون هذا هو موضوعنا في الفقرة الثانية نعم هنخرج لفاصل وبعد الفاصل هنبدأ أولى فقراتنا مع الزميل طاري عبد الفتاح هه lysتوبة كلمني برحبة